وللمزيد حول تواصل توافد المصريين والسودانيين ورعاية الدول الأخرى من السودان إلى مصر ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل محمود أهلا بك أنت معنا من ميناء أبو سنبل النهري يعني تصف لنا الأوضاع لديك وتفاصيل المشهد نعم بعد التحية يتجدد اللقاء معكم في هذه التقطية المستمرة لتوافد السودانيين عبر معبراي قسطل وأرقين التزايد مستمر ربما يعني قل نسبيا بعض الشيء في هذا التوقيت تحديدا نظرا لوجود يعني عاصفة ترابية في مدينة أبو سنبل لكن هذا يستمر معه أيضا الدعم المقدم داخل معبر قسطل في تقديم كل الخدمات الصحية والدعم اللوجستي المختلف للسودانيين الوافدين خاصة وزيارة مهمة مرتقبة غدا لمعبر قسطل وكنا قد تواصلنا منذ قليل مع مسؤولة العلاقات الخارجية لمفوضية شؤون اللاجئين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر وأكدت لنا بالفعل على هذه الزيارة التي ستكون غدا في المعبر قسطل سيلتقي خلالها المفوض السامي بعدد من الوافدين السودانيين وأيضا الوقوف على آخر المساعدات الإنسانية المقدمة لهم الحجد الأكبر لمزيد من الدعم في مصر باعتبار أن مصر هي من أكثر الدول التي استقبلت الوافدين منذ اندلاع الاشتباكات منذ أكثر من ثلاثين يوما وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة السلم والأمن الإفريقي أقبلت 50 ألف سوداني حتى اليوم هذا بالإضافة إلى وجود نظرا لرداءة الصوت من المصدر فنحن نعتذر عن هذا العطل ولاشكر الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية كان معنا من ميناء أبو سنبل النهري